اشتركوا في القناة وأنه بعد عامين من تنصيبه على رأس جمهورية شاد وشعبه الأبي في مثل هذا اليوم الثامن من أغسطس 2016 فإن هناك الكثير قد تغير بفضل برنامجه السياسي الواضح والطموح فخامة رئيس الجمهورية رجل الشاد الأول ورجل أفريقيا القوي كان قد حصد ثقة الشعب الشادي ونجح من الدور الأول في تلك الانتخابات التي شهدت منافسة شرسة بين عشر من منافسه يمثلون أحزابا سياسية مختلفة هذا وقد فاز في هذه الانتخابات رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو من الدور الأول بنسبة تقارب 60% أمام منافسه الذين قتلوا سياسيا في هذه المعركة الانتخابية لأكثر شفافية في تاريخ شاد حتى النهاية تلك الانتخابات شهدت أيضا لأول مرة في تاريخ البلاد استخدام البطاقة الإلكترونية الممغنة للناخبين الذين بلغ نسبتهم الأعلى معدلا في تاريخ البلاد رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبيتنو قد وجد في تلك الانتخابات دعما وتأييدا كبيرا من قبل الأحزاب الشياسية المتحالفة والتي تسمى أيضا بتحالف المائة وثمانية حزب الذين ساندوه حتى تحقيق ذلك الانتصار هذا التأييد الكبير على المستوى السياسي صاحبه أيضا تأييدا كبيرا من قبل السلطات التقليدية والمجتمع الدولي والجمعيات المدنية نظرا لقوة برنامجه السياسي ومشاركته الفاعلة مع المجتمع الدولي في السراء والضراء ليس بصفته رئيسا لشاد فقط بل بصفته زعيما للقارة سمراء ودول أفريقيا الوسطى بصفة خاصة